السيد الوزير نصيف حتي السيد الوزير جبران باسيل عائلة الديبلوماسية والخارجية اللبنانية أهل الإعلام الكرام بهاللحظات العصيبة من حياة لبنان الوقت للشغل مش للحكي إلا إذا كان الحكي بفيد لبنان عم نعيش سوا عملية نقل الأماني بالتسليم والتسلم بين وزيرين وزير مقاتل لأجل السيادي ووزير متمرس بحفظ الأماني عن أي أماني عم بحكي؟ الأماني باستقلالية الأرار اللبناني بالسياسة الخارجية بحماية السيادي تطوير علقات لبنان العربية والمشرقية والمتوسطية والدولية سياسة اقتصاد سياحة وسقافة الأماني بفرض احترام الأنون الدولي بالمرونة وبالصلابة بمواجهة مخاطر العدوان الإسرائيلي والإرهاب دفاعا عن الحدود والسروة والتنوع والتوازن الأماني بفتح خطوط التواصل والارتباط بين المنتشرين والوطن الأم معالي الوزير نصيف حتى أنت اللي جاي من خبرة ديبلوماسية طويلة بالعلاقات الدولية خدمت خلال جامعة الدول العربية بفرنسا وإيطاليا والفاتيكان وعدد من منظمات الأمم المتحدة عم تتحضر اليوم لخدمة لبنان اللي بلشت حياتك المهنية معه بين إيديك رصيد من الدراسات والكتب والمحاضرات القيمة اللي كتبتها وعلمتها لطلابك بالجامعات عم تتسلم الخارجية من مهندس أتقن فن اتخاذ القرار وما بيعرفي أجل ترك لك مجموعة إنجازات وقيم ومبادئ وخبرة نتمنى تساعدك بقيادة سفينة الخارجية اللبنانية ببحر العواصف الإقليمية والدولية ونحن عنا كل السئة بقدرتك على النجاح مع مجموعة من الدبلوماسيين عندهم حظ القيام بأجمل مهنة خدمة لبنان بالعالم عم تتسلم من الوزير باسيل وزارة حققت بست سنوات نقل نوعي على المستوى الإداري رغم محدودية الإمكانات لأول مرة بتم ربط الإدارة المركزية إلكترونيا بالبعثات اللبنانية بالخارج لأول مرة بتم ربط المغتربين وتأمين الخدمات وتسهيل المعاملات إلكترونيا تخفضت كلفة الإدارة وزادت إنتاجيتها وفعاليتها ومداخيلها اتفعلت المحاسبة والتفتيش الإداري كما لم يحصل بالسابق صالون الشرف بالمطار صار مورد للخزين اللبنانية مش للتباهي تمت أكبر عمليات تشكيل ديبلوماسي تعيين 67 ملحق متمرن بالخارج 20 ملحق اقتصادي لأول مرة بتاريخ لبنان مجموعة مشاريع أوانين تقدم فيها الوزير بسيل لمجلس النواب عبر الحكومة لتحديث وتفعيل وعصرنت وزارة الخارجية إن شاء الله يتم إقرارها كلها للمغتربين المنتشرين تحققت خطوات جبارة للمرة الأولى المشاركة بالانتخابات النيابية اقتراعا وترشيحا حق استعادة الجنسية لمن فقدها ورسم خارطة طريق لاكتسابها 97 أنصرية فخرية للبنان حول العالم لخدمة المنتشرين مؤتمرات الطاقة الاغترابية اللي جمعت المنتشرين ع أرض بيروت وتنقلت بين بلدان الانتشار بالقرات الخمس مشاريع ع اسم المغتربين بلبنان غابي للمغترب بيت المغترب برامج تعاون بتفيد المغترب وبتفيد لبنان حصول على القروض بفوائد مخفضة اشتري لبناني استثمر تتبقى تعرف على الدولة اللبنانية من خلال السياحة السياسية إطلاق الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير التعاون مع الجامعات ومؤسسات دعم التصدير زيارة اللبنانيين المنتشرين بمية واثنين من دول العالم بالدبلوماسية الاقتصادية مذكرات تفاهم انخراط بتجمعات اقتصادية دولية انشاء شبكة غرف تجارية لبنانية أجنبية برامج تسويق وترويج ومعارض للمنتجات اللبنانية الزراعية والغزائية للمطبخ اللبناني للموني وخصوصاً لانبيد اللبناني بالتعاون الدولي بيروت من جديد مقر إقليمي لمنظمات مثل الفاو والفرانكوفونية انشاء وحدة التعاون الدولي بالوزارة لرصد فرص التعاون أول مبادرة للتعاون المتوسطي انطلقت من بيروت جمعت لبنان وأبرص واليونان لتعزيز التبادل السياحي والثقافي والاقتصادي بطول الكلام عن وزارة الخارجية ولكن بيبقى جوهر الكلام هو سياسة لبنان الخارجية الكلام إلك السيد الوزير جبران بسيل اللي خليت بالفعل مش بالحكي حدودنا العالم معل الوزير نصيف حتى الأمين العام والسفرة والمدرة والديبلوماسيين والإداريين أنا بهذه الوزارة اخترت على طول الوحدة الوطنية كانت هي البوصلة يلي بتوجهني لاتخاذ المواقف السياسية الخارجية ببلد أهم شي فيه هو وحدة الوطنية لأنه بلد تعددة ومتنوع مثل لبنان لما منخسر الوحدة الوطنية وقدرت أننا نعيش سوا منكون نخسرنا سبب وجوده والصيغة يلي قام عليها لبنان وما بيعود فيه شي ساعة ندفع عنه ولا نحافظ عليه وشان هيك كانت عطول واللح تبقى عطول بالنسبة لألنا هي الإيمي الأغلى طبعاً من أول يوم نهار لي استلمت من ست سنين حكيت عن سياسة خارجية مستقلة وهيدي الأغلى وبتقوم على مبدئين الأول هو مصحة لبنان شو بتقضي أنه نعمل والتاني هو القانون الدولي يلي كمانا بيحفظنا تجاهها الخارج هيدا الوزارة وزارة الخارجية بتعكس سورة الدولة وبتوصل صوتها للخارج هي الحارس لحدود السيادة واستقلالية القرار ونحن ردنا عبر المنتشرين أن تكون حدودها وحدود لبنان هي العالم مشان هيك عطينا له هيدا الشعار حدودنا العالم وين ما في واحد لبناني موجود هو لبنان مشان هيك لبنان ساعته ساعة الكون كلها سوا خط السير يلي سلكناه بالمواقف ست سنين هي فكرة الانتشار وقيمته هيدا السروة الكبيرة يلي وجدناها بهيدا الوزارة هيدا الوزارة وهيدا المبنى كلهم عراقة وكلهم سروات وأغلى السروات يلي وجدناها هن 63 ألف ملف كانوا بالطابق تحت نبشناهن وصورناهن وحفظناهن هن 63 ألف عيلة لبنانية نعطوا الجنسية بالـ 58 بهيديك المرحلة وما تنفذ يتلقلون اليوم أولادهم وأحفادهم هن مستحقين هن كاسبين الجنسية بس بدأت تنفيذ وبدأنا بهيدا العمل مع المدير العام الجديد جوزيف نصيريا اللي منتمنى أنه تتففره كل الإمكانيات مع فريق عمل ليقدر يعطي الجنسية اللبنانية لللبنانيين المستحقين لأله هيدا السروات وهيدا القيمة الوطنية الكبيرة هي يلي خلتنا ناخد المواقف الوطنية دفاعا عن لبنان مشان هيك بوجه إسرائيل رفعت الصوت نددت باحتلالها وبعنصريتها وقوامت عدوانا وعندي ملء السئة أنه هالخط هيدا بكمل مع الوزير حتي بوجه العالم رفعت الصوت لإعادة النازحين السوريين رفضا لكل السياسات الهاتفة لاندماجهم ولتوطينهم بلبنان استمرارا لمسلسل توطين اللاجئين الفلسطينيين بلبنان الشيء اللي بيقضي كمان على صيغة لبنان وعلى تنوعه وعلى ميسته الأساسية وبتأمل أنه الحكومة الجديدة تقدر تعمل الشيء اللي ما قدرنا نعمله نحن بوضع سياسة وطنية جديدة لعودة النازحين إلى بلدهم وزارة الخارجية أردناها على مدى طموح اللبنانيين المنتشرين مشان هيك نضلنا لحقق نيلهم قانون استعادة الجنسية ولتنفيذ معاملات اختيار الجنسية ولوضع عيلية جديدة لمرسوم التجنيس ولكل المعاملات لأحوال الشخصية تسريعة وتسهيلة وكمان حصلنا لهم لأول مرة على حقهم بالمشاركة بالانتخابات النيابية ترشيحا واقتراعا وقدمنا مشروع عنون تعديل تسهيل لها القالية هذه لتسهيلها لزيادة الأعداد اللبنانيين يلي بيشاركوا وزارة الخارجية كمانا أردناها تكون داعمة للاقتصاد الوطني تروج للإنتاج اللبناني وتعرف عن منتجاتنا زراعية والصناعية ومشان هيك عينا عشرين ملحق اقتصادة هن من خير شبابنا وشاباتنا اليوم انتشروا بعشرين دولة بالعالم وان شاء الله بيعملوا نقلة نوعية بتزيادة صادراتنا وتوزيع منتجاتنا للعالم السياسة لبنان الخارجية أردناها سياسة التوازن والاتزان ولكن رسمناها بالموقف الواضح يلي ما بيعرف الا الرمادية ولا الميوع التزمنا الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل محفل وحفزنا العرب بكل مؤتمر ليرفعوا الصوت معنا رفضا لتهويد الإدس ولضم الجولان ولبناء المستوطنات كنت ولازلت مع السلام العادل والشامل والدائم على أساس المبادرة العربية يلي انطلقت من بيروت وقرت بقمة بيروت تحت عنوان الأرض مقابل السلام فأزن هيدا الموقف المتوازن للسياسة الخارجية اللبنانية هو بيشبه موقع لبنان الجغرافي المرتبط بالمشرق أرضا والمنفتح على الغرب بحران قوة لبنان بضعفه شعار عشنا معه فترة طويلة التبعية للخارج كان تبرير التبعية للخارج أن قوة لبنان بضعفه لترسم سياسته الخارجية السفرات والسفراء والقناصر يلي هن معتمدين بلبنان وهذا الزمن نتمنى أنه يكون راح من دون رجعة لأنه لبنان الأول هو بإرادة أبنائه يلي هن بيرسمه السياسته الخارجية وبيصيغه قراره الوطني المستقل نحن بهيدا الوطن المتنوع ويلي فيه كتير تعدد هو بغنى وبذات الوقت هو مصدر خلاف بين اللبنانيين عممنا فكرة اللبنانية الليبانية يلي سوقنالها بكل المؤتمرات الطال الاخترابية الالدي اي الستعاش ستة بلبنان وعشرة برة وعممنا هيدا المفهوم لأنه هو بيوحدنا بعز تنوعنا هو بيجمعنا لأنه هو مفهوم وطني أعلى من أي انتماء طائفة أو مذهبة أو عائلة أو سياسة أو مناطق أو حتى عشائر هيدا المفهوم يلي بيقدروا يجتمعوا عليه اللبنانيين لبنانيتهم ويلي بيجمع كمان بين المخترب المنتشر والمكيمون استبدلنا كلمة مخترب بمنتشر مش للفصاحة اللغوية بس لن يشعر اللبناني بالخارج إنه هو بعده مرتبط بوطنه هو مش مخترب عنه وبعرف ارتباطه فيه متعلق بعوامل كتير حوالنا نأمن قصب منا مثل الجنسية والانتخاب تأمين حوافز لقلهم وكنا عم نشتغل لأقرار وقدمنا مشروع القانون للمجلس الوطني للانتشار وقوانين كتير بتاعنا بالمنتشرين اللبنانيين ليصيروا جزء كامل متكامل مع اللبنانيين المنتشرين وهكي بيقوى لبنان أكتر وهكي هن بيحسوا أكتر وأكتر بانتماء لهالوطن مش بس إنه مرتبطين فيه بيقدي بيحولوا أموال لأبنائه مشين هكي رحنا برمنا كل العالم كرماله وزرنا 148 مدينة وعاصمة بالعالم من كندا من فوق لاتشيلي من تحت ومن الناروج من فوق لجنوب أفريقيا من تحت ومن روسيا من فوق لنيوزيلاندا من تحت وكل الجزر يلي موجودين عليك إننا أوقات نسافر لأن نلتقى مع بضعة لبنانيين لأنه قدركنا أدائي متون كبيرة وأدائي هن سروة وطنية حقيقية وأنا بعتذر من كل لبناني ما قدرت رحت لعنده وبعرف إنه ما قدرنا زرنا دول بأفريقيا الظروف أوقات ما سمحت كتير رحلات الغناها ما قدرنا زرنا دول بأمريكا الوسط ببعض الجزر ما قدرنا زرنا ولايات بالولايات المتحدة الأمريكية قد ما فينا كنا كل مرة نغطي مدينة نحس إنه شلنا حمل عنا وصفاينا ضميرنا شوي بس نرجع ننتبه قده بعد فيه عضميرنا أنه فيه لبنانيين ما حدا زارهم مش بس رئيس أو وزير ما زارهم سفير أو أنصر هادي بيستاهلوا منا زيارة إن شاء الله الوزير حتى كمان بنعرف قده اهتمامه ومحبته لللبنانيين برة يقدر يكف بهالزيارات وبهالمشوير تعرفنا على هالمنتشرين وقابلناهم وسمعنا مطالبهم وهمومهم وسمعنا صرخطهم على طول قده يحسوا أوقات لبنان بعيد عنهم ولكن هن بالرغم من كل هالشي كتبوا قصص نجاح وحملوا لبنان بقلبهم وكنا على طول بس نعطي حدا منهم الجنسية نشوف الدمعة اللبناني يلي ما بيعرف عربي يلي ما بيعرف وين بيته كان أغلى شي عنده أنه يحصل على جنسيته اللبنانية طينا بضع مئات بس بقول بعد فيه مئات الألوف من اللبنانيين يلي بدوا يضل على ضميرنا أننا نصلهم ونعطيهم حقهم وجنسيتهم تنكبر فيهم هاودي هنه سفر لبنان بالخارج هاودي يلي حاملين اسم لبنان وهاودي يلي مخليين لبنان يبقى عيش بانتشارهم وبنجاحهم مشين هيك اليوم منوجه لهم ألف تحية وشكر ومنعبرهم عن كل محبتنا ومنقلهم إنما لنا تاركينهم رح نظل ننتبعهم ونهتملهم بقضايهم أنا بد اتأسف أو اعتذر على كل شي ما قدر تحققوا بهالوزارة وكتير إشي ما قدر تحققوا لكتير أسباب أوقات أسرنا أوقات ما قدرنا بس دخلنا مفاهيم جديدة وبعتقد أنها تركزت ومهمة بالديبلوماسية الفاعلة بالديبلوماسية الاقتصادية بالديبلوماسية الاخترابية حتى بالديبلوماسية الغذائية السياحية والثقافية وكل شي والأهم هو الديبلوماسية الوطنية المستقلة هلأ نحن بعصر بدأنا نركز وكمان كلنا سيقى أنه الوزير حتى بيكفي الديبلوماسية الإلكترونية يلي بيصير يقدر كل لبناني وين ما كان عن أي مسافة بعيد فيها عن سفارة أو عن بعثة بيقدر يعمل معاملاته أطلقنا هذا المشروع من بعد وهذا بيكون عصر جديد لللبنانيين ليرتبطوا أكتر بوطنه أنا بكل هالإشي اللي عملناها بدي أشكر كل واحد منكم يشتغل معي بهذا الوزارة وإذا بدي عد بدي عد كل واحد منكم لأنه كلكم بعرف سهمته وقدمته وبعرف محبتكم لبلدكم قدي كبيرة بس بدي مشبور أن يخص الأمين العام والمدرة كلهم سوا ونجلة بدي أقل أنه ما لحنسى لا دمعتها ولا بسمتها والسفرة الأدمين وجديد كلهم سوا خاصة يلي آمنوا بموضوع الانتشار والاقتصاد واشتغلو لهم من قلبهم وبعدهم عم بيشتغلون ونحضلوا يشتغلون اتنين بدي أشكر الديبلوماسيين والإداريين بالإدارة المركزية وبمديريت المختربين والملحقين المتمرنين الجديد سبعة وستين وهلأ عم تشوف وجوهن أنتوا أمل لبنان وأنتوا مستقبل هذا السلك وتفتخروا كيف نجحتوا بكفائتكم من دون واسطة ومداخلة وعلى هيدا الأساس بتعملوا مستقبلكم وبترسموا هذا المستقبل للزهر للكاريير تبعكم وللسلك وللوزارة وللبلد والملحقين الاقتصاديين كمان اللي مش شايف وجوهن هون ولكن تصلون كلمتنا وينما كانوا موجودين من من الصين لاستراليا ولكل عاصمة هن موجودين فيها ثلاثة بدي أشكر مدير مكتبة السابق رامي اللي هو اليوم بفرنسا والحالة اللي هو هادي وكل فريق مكتبة نهاد وباسكال وأنتوان ورشا ونانا وطارق وزياد ومنصور بدي أشكر فريق الـ LDE عماد وجورج ولينا ونورا وباسكال وإليت ترك وكل من ساعد بدي أشكر المستشارين والمساعدين والمدرة جيهان وكارمن والقاضي أزي جون أزي والمدير جوزيف وكيف نصير بدي أشكر كمان الأعلميين بالوزارة نوال وماي وتيريز ونتالي وثورية وخليل اليس شبلي وعرف وليس وبيدي أشكر الأمن يلي بالوزارة يلي مولش بأمن هالشباب والعسكر يلي كانوا يصهروا معنا بالليل وينطرونا الصبح والسائقين طبع الوزارة يلي بنقلوا لنا البريد وبيهتموا بأمورنا لما مكونوا مستعجلين ودي أشكر الملحقين بمكتبة سونيا وأنا سونيا رجعت لي ومونيك القديم وجديد يعني وشربل وربيع والحج يوسف ولارا وجورج كفوري ودي أشكرهم على كل ورقة جيبو لنا إياها وعلى كل كبيت مي تشربونا إياها أنا بترك اليوم بالوزارة بمحبة لعلكم كلكم وبيع اعتزاز أنتوا الأعلم أنه بهذه الوزارة ما كان في فساد أو ما سمحنا يكون في فساد وما تسجل فساد على اسمنا قد ما فينا ما سكتنا عن أي خطأ قدرنا عرفنا فيه أو شفناه ارتكبوا سفير برة وأخذنا بحقه إجراءات أو ارتكبوا موظف جوه وأخذنا كمان بحقه إجراءات وقفنا كل إجراءات استنسبية أو منفعية ولا جربنا نستفيد بالشيء بالسياسة وقفنا أعطاء الباسبورات الرسمية باسبور ديبلوماسي وباسبور خدمة وباسبور خاص إلا يلي يلي مستحقوا بحسب المرسوم وقفنا استعمال سالون الشرف إلا ما يكون فيه دفع بدل للدولة اللبنانية وما عيننا مية واربعين أنصر فخرة جديد وانشأنا سبعة وتسعين أنصرية فخرية جديدة وبعد لازم يكون فيه كتير وكلكم بتعرفوا أن العادة القديمة والتسعيرة للأنصر الفخرة وقفت ما في حدها دفع قرش لا يعمل الأنصر الفخرة نحن ركضنا ورا الناس تنقمين الأحسن يلي بيجالياته بيقدر يكون فاعل ويمثل الدولة اللبنانية ويشتغل فيها مشان هيك أنا اليوم بترك هالوزارة بكل راحة ضمير وبقلكم أنه لحنظلنا انتبعكم مثل ما تركنا مواقع تاني وظلينا متابعينا بحكم موقعنا ومسؤوليتنا تجاه الناس وتجاه الدولة لحنظلنا نتابعينكم ولحنظلنا سنتكم ولحنظلنا نساعد هالسلك هيدا تقدر يمثل لبنان أحسن تمثيل وأنا واسق أن سلمت الأمانة للشخص المناسب يلي لحيقدر يعمل أحسن مني ولحيقدر يعطي الوقت والجهد اللازم يكفي هالمسيرة هيدا وليكون عنده مصلحة لبنان هي فوق أي مصلحة تاني وفوق أي اعتبار تاني إذا الشي بدي أطلبوا منكم اليوم أنه يبقى لبنان بمزارعي بصناعي باقتصادي يبقى بفكركم وبعقلكم تتساعدون ويبقوا المنتشرين بقلبكم تتحبون وهيكي بيبقى لبنان بوحدة الوطنية بفكركم وبيقلبكم هيدا الشي اللي منوصيكم فيه ومنتمنى ونظل نحن وياكم نشتغل لقلو تنظلنا كلنا سوا حملين لبنان بعقلنا وبيفكرنا وبيقلبنا وبتبقى الوحدة الوطنية أغلى شي عنا بتشكركم ويعطيكم ألف عافية عشرة وعشرة قبل ما أترك الكلام للوزير نصيف حتي أنا شخصيا بحب أشكر كل الدبلوماسيين المنظفين والأمنيين والمستشارين خصوصا الزملاء الإعلاميين اللي عشت معهم كلهم بفضل الوزير جبران بسيل أحد أغنى الاختبارات بحياتي وبخص بالشكر صديقي الدبلوماسي هدي الهاشم الوزير حتي الكلمة لك معالي الوزير سعادة الأمير العام أصحاب السعادة السفراء الأخوات والأخوة أعضاء السلك الدبلوماسي والسلك الإداري معالي الوزير أود أن أشكركم بداية على كلمتكم الغنية والطيبة اتجاهي وأود أن أعبر عن تقديري لما قمتم به على رأس وزارة الخارجية التي سأتشرف اليوم بتولي مسؤوليتها في مرحلة ولا أزيع سرا مليئة بالتحديات الجديدة والمتجددة على الصعيد الوطني مرحلة تتسم أيضا بالحروب المختلفة بمصادرها والمتداخلة بتطورها والمترابطة بمسارها على الصعيد الإقليمي قدر لبنان بسبب جغرافيته السياسية بشكل خاص أنه كان دائما الأكثر تأثرا بصراعات المنطقة وعلينا أن ننجح يوما وهذا تحدي أمامنا في الإسهام إلى جانب دول أخرى بدور الإطفائي للحرائق المشتعلة والمنتشرة وذلك حماية للأمن الوطني وبغية تعزيز أمننا الوطني القوى اللينة السوفت باور التي يملكها لبنان والتي نعتز بها وعتز بها دائما من تجربتي في الخارج لما رأيته من لبنانيات ولبنانيين ومحققوا والتي علينا العمل على استنهاضها وتعزيزها إنها قوة الغنى الثقافي والتنوع الفكري والتعليم النوعي ومناخ الحريات وأشدد على مناخ الحريات وروح المبادرة كلها عناصر جعلت من هذا البلد الكبير جسر تواصل وحوار وتفاعل بين أسرته العربية من جهة والعالم من جهة أخرى ونريد أن نعم على استنهاض هذا الدول وتعزيزه وقد يقول البعض أنه ليس من الأمر السهل تحقيق ذلك ولكنه قطعا ليس أمرا مستحيلا بل ممكن وضروريا معالي الوزير إن الدول الصغيرة تحتاج دائما لسياسة خارجية ناشطة ولأن تكون موجودة بقوة في كافة المحافل الدولية والإقليمية إذ يوفر ذلك الوجود الفاعل شبكة آمان وضمان على الصعيدين الإقليمي والدولي نظرا لأهمية هذا الدور الناشط والبناء والمنخرط في القضايا التي تهم العالم أجمع بحيث يصبح دور لبنان ضرورة ضرورة إقليمية ودولية أمام المخاطر والتحديات التي نعيشها اليوم علينا القيام بتحرك الناشط نحو عواصم القوى الكبرى والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكذلك مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بغية العمل على توفير كافة أوجه الدعم للبنان فاستقرار لبنان ضرورة إقليمية ودولية أيضا كما أن علينا التأكيد من خلال عملنا على الدور الأساسي للثروة الاغترابية لأبنائنا أبناء الانتشار كجسر تواصل بين لبنان والمجتمعات المعنية وكمصدر أساسي وخاصة الآن للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المنتجة وأيضا كمصدر لتوفير كافة أوجه الدعم النوعي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية القائمة من قبل أبناء الجاليات اللبنانية كل في مجال اهتمامه واختصاصه نحن اليوم نتطلع إلى تفعيل دور الدبلوماسية العامة بأوجهها المتعددة التي تتجه إلى صناع الرأي والقرار في المجتمعات المختلفة لبناء وتعزيز جسور التواصل والتعاون بين لبنان وهذه المجتمعات أن هذا الأمر سيبقى في طليعة مهامنا بالتعاون مع أهل الاختصاص والخبرة في لبنان وفي بلدان الانتشار أن هذه الدبلوماسية في صياغ وأشكال مختلفة تساهم في دعم وتعزيز دور الدبلوماسية الرسمية للبنان لا بل تكمل دور دبلوماسياتنا الرسمية معالي الوزير الإخوة والأخوات وأنا اليوم صرت ابن هذه العائلة التي أعتز بالانتماء إليها أود أن أخاطبكم من هذا الموقع وأقول لكم أننا سنعمل كفريق عمل واحد كل من موقعه ودوره عند رب عمل واحد هو لبنان حشتم وعاش لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر